تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة الجمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيرفيسبورت على يوتيوب الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى قصتنا اليوم بعد شوية قصص تعمقنا فيها كثير قلت بدي أخليها بسيطة قصة سعيدة موضوحة جميل بتكلم عن نهاية العالم بدنا نتكلم عن الحارس الأرجنتيني كارلوس روال حارس اللي حضر كأس العالم 98 مستحيل ينسى والحارس اللي بتذكروه كثير ناس انه كان بيلعب مع نجوم كبار باتستوتا وفيرون واللي كان في قمة تألقب تلك الفترة والناس تقارنه بأفضل حراس العالم فجأة اختفى من كرة القدم رح ندخل بقصة اعتزال هذا الحارس بس لازم نمر على مسيرته عشان نفهم كيف أدى ذلك إلى الاعتزال رح نتكلم عن الحارس وهو بيلعب مع ريال مايوتا يجا عرض من السير أليكس فريكسون عشان يعود بتريش مايكل في مانشستر يونايتن لكن قالهم لا أنا معتزل العالم قربت نهايته في 15 أغسطس 1969 في مدينة اسمها سانتابير أرجنتينية ولد كارلوس روفا شوي شوي مثل أي أرجنتيني بلش يحب كرة القدم بلعب مع أصحابه شفوه أطول منهم فهو اتفق معهم انه يكون حارس مرمى وفعلا هو كان حارس معروف بطوله شوي يعني طوله كان تقريبا متر وستة وثمانين سانتي انضم لي فريق الناشئين في نادي ريسين كلاب أولى العلم المشوار من ريسين كلاب لبيته كان ياخد بالسيارة خامس ساعات أو خمس ساعات ونوص لكنه من أجل كرة القدم وافق على حياة غير مستقرة أبدا مقابل يصير لاعب كرة قدم اتدرج هذا الحارس بالفئات العمرية لعن ما وصل الفريق الأول عام 98 لكن في الصيف التالي كان في حدث خطير شوي مقلق على حياته ريسين كلاب قرر يخلي معسكره الصيفي في الكونجو الديمقراطية وهناك أصيب كارلوس روا بالمالاريا وهون كان في قلق على حياته لكنه نيجي منه هزم المالاريا أولا ثم أكمل مسيرة ممتازة مع ريسين كلاب حتى راح على فريق لانوس عام 94 ومثلهم وهنا كان في حدث مهم جدا في مسيرة الكروية التقى بالمدرب هيكتور كومر المدرب المشهور مع فلانسيا مع مايوركا وأيضا اللي قاد مصر لكأس العالم بعد غياب سنوات طويلة مع لانوس اتقلق جدا في 96 فاس في بطولة اسمها كوبا كوننبول وهذه بطولة كانت مقامبة بين 92 و99 في الانتحاد أمريكا الجنوبي قبل ما يتم إلغاها في عادي مشهورة جدا عن ذلك الاتحاد أنه يقيم بطولة ويرجع يلغيها بعد أكم من سنة باستثناء لبرتادوريس الثابتة دائما وأبدا مع تقلقه مع لانوس ما قدرش مدرب منتخب الأرجنتين إلا يستدعي في 96 ما أخذ فرصته كاملة لكن بال97 أصبح الحارس الأساسي للمنتخب الأرجنتيني وفي سوق الانتقالات الشتوية 97-98 جاء خبر مهم جدا كارلوس روا بروح الدوري الإسباني وبلعب مع فريق ريال مايوركا عشان شو؟ عشان هكتور كوبر أصبح مدرب أيضا مايوركا الإسباني هذا الموسم كان تمهيد ورهيب لفترة ذهبية جدا جاي لريال مايوركا احتل المركز الخامس في الدوري ولعن نهائي كأس إسبانيا اللي واجه في برشلونة الويس فينجال في ذلك النهائي تآذل واحد واحد راحت لركلات الترجيح كارلوس روا عمل شيء رائع تصدى لركل الجزاء من لويس فيغو ومن ريفالدو ومن سيلادس اثنين ريفالدو وفيغو من المتخصصين في الكرات الثابتة في العالم أوقفهم لكن مشكلته أنه لاعبي ما كانوا متقنين التزديد فانتصر الحارس الهولندي هسب مع برشلونة وفازوا بالكاس بعد التألق في 6 شهور مع مايوركا ما عاد في نقاش من حارس الأرجنتين الأساسي أكيد لازم يكون كارلوس روا في كأس العالم خلال دور المجموعات ما تلقى أي هدف وبدور الستة عشر كانت مباراة شهيرة رائعة جدا في كأس العالم مع إنجلترا انتهت باتنين اتنين كان فيها هدف خرافي لمايكل أوين ورد عبقر من الأرجنتين بتنفيذ ذكي لإحدى الركلات الحرة المباشرة ثم ذهب اللقاء إلى ركلات الترجيح وهناك رجع مرة ثاني كارلوس روا ليثبت أنه واحد من أحسن الحراس بركلات الترجيح في العالم وتصدى لركلتين طبعا في دور الثمانية خرجت الأرجنتين بعد مباراة مهمة وشهيرة أمام هولندا فخزرت فيها اثنين واحد كان لنسبيركم صاحب هدف الفوز الجميل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء مسيرة كارلوس روا في الموسم التالي كانت بدايتها مباشرة جدا عم بفوزوا بلقب السوبر الإسباني بيهزموا برشلونة ذهبوا إياه بثنين واحد وواحد سفر للعلم تشافي هو اللي سجل هدف برشلونة لكن كارلوس روا هو اللي حمل كأس السوبر موسم ثمانية تسعين 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 كان عظيم جدا بالنسبة لهذا الحارس هذا الحارس معرح مع فريقه واحدة للمركز الثالث يعني يتأهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا آنداك واتلقى تسعة وعشرين هدف بس في خمسة وثناثين مباراة لعبها عشان يفوز بجائزة زامورا كأفضل حارس بالدور الإسباني وأيضا في ذلك الموسم ذهب مع فريقه في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي للمباراة النهائية ليخسرها مع لاتسيو اثنين واحد في مباراة كان نجمة بالتأكيد ما بين نجمة كان موسم عظيم لهكتور كوبر موسم عظيم لي مايوركا موسم عظيم لكارلوس روا السير أليكس فريكسون صار بده هذا الحارس بأي ثمن خصوصا إنه هيئة الإعلام الأوروبي اللي هي نفسها مسؤولة عن جائسة الحذاء الذهبي واللي كانت وقتها عنده شيء اسمه فريق أوروبا لذلك الموسم اختارت روا كأفضل حارس في أوروبا في ذلك الوقت بتاريشمايكل رقم فوزه بدور الأبطال كان بده يرحل عن منشستر يونايتد خلص فيه اتفاق بينه بين السير عن رحيل السير قال لنفسه هذا رائع بركلات الترجيح رائع بردات الفعل حارس ممتاز بمواقف الواحد لواحد ومسيطر في الكرات الهوائية لازم أجيبه بدل بتاريشمايكل اتصل فيه قال له شو رايب تيجي من مايوركا لما يونايتد بطل أوروبا قال له لا والله آسف انت ما بتعرف انه سنة الألفة رح ينتهي هذا العالم اتدخل نادي رايير مايوركا يقولوله يا أخي طب جدد معنا وخليك بلاش ما يونايتد اتدخل وكيل أعماله قال له شو بتعمل قال لهم خلص أنا رايح من كرت القدم هون بلشت توصلنا القصة بلشت توصلنا الأخبار طائفة بروتستانتية اسمها باللغة العربية السبتيون هذي الطائفة الاساسة امريكي وربما اسمها بالانجليزي الادفانتست طائفة قائم اساس عقيدتها على ايمانها بالقدوم الثاني لسيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام كما انها طائفة تؤمن بانك لازم تكون نباتي بأكلك وما تاخدش مخدرات ايضا تؤمن بانه السبت يوم الراحة وانه الانسان لازم ما يشتغل فيه مش يوم الاحد هو يوم الراحة بالنسبة لهم شو يا عواد قلبتنا فيها عمر خالد هسه لا هذي جزء اساسي من قصتنا لانه كان رجل من هذه الطائفة البروتستانتية وكان من فئة منها شوي اتطرفت انها بتعتقد انها بتعرف موعد قدوم سيدنا المسيح وقالت هو جايب سنة الالفين فكان رجل وقال لك اذا القيام السنة جاي انا اقول العب ليش مش وقت لعب خليني اتوب وفعلا قرر يدخل بمفهوم الخلوة الدينية وابتعد عن الناس هو وعيلته عشان يتفرغ للعبادة بانطبار الختام قبل ما يروح ويختلي ويبعد عن الناس قال انا رجل مسيحي مذنب انا احتاج للعودة الى الله احتاج الى الكتاب المقدس احتاج بان ربي يهدين ثم قال الناس اللي ما عندهم اتصار روحي مع ربنا حيعانوا كثير في عام الالفين حيكونوا في مأزق صحيفة قوليل ارجنتينية عملت عمل صحفي كبير بتلك الفترة ظلت تدور علي راح نجيبك ست شهور من البحث لعن مليبيو سألوا سؤال بسيط يا اخي انت ما اشتكت لكورت القدم فجأة تركتها وانت بالقمة ورحت قالهم لا انا عمري ما كنت حابب اصلا اكون لعب كورت القدم وما باش تقرأ كورت القدم واشعر بسعادة اكثر وانا بعيد عنها خلصت سنة تسع وتسعين مصارش اشي دخلنا عام الالفين مصارش اشي كاروس روح قال لك شكل موضوع غلط استنى اكمل شهر شهر اثنين ثلاثة اربعة ما صار شي فريال مايوركا قال له تعال ارجع يا ابن الناس وسيبك منها الحكايات فقال لهم ارجع بس بشان قالوا له شو الشرط ما انت خلص قالوا لا هو صح ما صارتش القيام اللي انا بتوقعها لكن انا ما زلت مؤمن بطائفتي فانا ما زلت مؤمن اني لازم ارتاح تماما يوم السبت وما اشتغل فبالتالي ما بدي العب معكم مباريات يوم السبت مع شوية تنازل اني بعض الاحيان العب مباريات الليلة المتأخر كثير في السبت مايوركا كان بده يا كان مؤمن انه بقدر يرجعوا فحاولوا يرجعوا ووافقوا انه يرجع معهم بهذا الشرط الغريب للعلم هذه الطائفة كانت متنبأة ايضا في نهاية العالم بسنة 1844 وما انتهى العالم معها واضح توقعاتها مش كثير تمام لما رجع كارلوس روح ما لقيهوش بنفس الحماس بنفس اللياقة البدنية والذهنية مش بنفس الرغبة الرياضية هو كان مهزوز ربما بعد اللي عمله وايضا الثقة مهزوزة فيه انه انت باي لحظة ممكن تفكر بكنا بده ينتهي العالم وتتركنا بالاضافة لانه ريال مايوركا كان عم بيشتري حارس ارجنتيني واحد اخر اللي هو ليو فرانكو فكان مش منطق تشيره من الاساسي بعد ما اثبت نفسه وتحط حارس متوقع العالم ينتهي باي لحظة ورجع عندك بس عشان القيام اللي كان متوقعها ما جامت رحل عن مايوركا بعد موسم واحد بس هون حاور ارسن فينجر يقنعه ييجي عنده كان ما عندوش مشكلة ارسن فينجر بمفهوم يوم السبت لسبب بسيط انه كان جاي الحارس الاحتياطي لديبيد سيمة لكن ايضا ما ضبط انه يروح على ارسنال نتيجة جوازه الارجنتيني وما معه جواز اسباني عشان يسجلوه كاوروبي مع شروطه التعجيزية مش كثير اندي كبيري حاول تتراهن عليه بس لدي قلبستي هو اللي وافق انه يعطيه فرصة فلعب محهم بالدرجة الثانية وساعدهم يطلعوا ع الدرجة الاولى بموسم 2003-2004 وهنا ماركا رسروة بموقف صعب جدا صابه سرطان الخصية وهون طرع بتصريح كثير غريب وقال انا نباتي وما بتعطي الكحول ورياضي جدا ثم يصيبني هذا المرض لقد شعرت بان الارض تنهار تحت قدمي هذا الرجل كان متمسك بالمبدأ النباتي تاع طائفته لمستوى انه حسب وصفه سموه لتشوغا واللي معناها بالاسباني خسه لكن ايضا كان رسروة حزم السرطان فهزم السرطان والقيام الوهمي اللي بباله وهزم ايضا مرض الملاريا وهون رجع يلعب مع فرق هو ثم مر بفريق اولمبيا الارجنتيني ثم اعتزل كرت القدم طبعا فكرة الخلوة الدينية اللغت تماما فكرة انه يرجع للمنتخب الجميع اعتبره غير مستقر ذهنيا غير مستقر نفسيا اتراهن عليه في بلادك بعد ما رجعوا ما صارت القيامة قالوا له اكيد يعني بتراجع طائفته قالهم لا انا ايماني لم يهتز ابدا في اللي مؤمن فيه ولما رجع ورفض يلعب يوم السفت وحافظ على عاداته النباتية الناس فهموا انه مازال متبسك بطائفته رغم الاحراج اللي مر فيه وعدم نهاية العالم طبعا هو حاليا عايش في امريكا وبينشتغل كمدرب حراس مرمى له مقابلات تلفزيونية بيأكد فيها انه تلك الحادثة ما بتعني له اي شيء الا انه شخص مؤمن مشهور ايمانه وانه هاي الحادثة علمته يكون اكثر هدوءا اقل تنافسية بشكل سلبي وعلمته كيف يستمتع بحياته مع عائلته ومع ولاده بي بي سي سبورد الى تقرير جميل عنه بيجي في سطر بتقول الحمد لله لم يكن رائعا في التوقعات مثلما كان رائعا في ركلات الجزاء بس صراحة من باب العادل مع كارلوس روى لازم مشه كثير نقص عليه لانه منشوف الان الموضوع بعشرين واحد وعشرين قبل سنة الالفين لانه كنا من انتقل من الفية لالفية من الف وتسعمية وتسعة وتسعين لالفين كان في حالة رعب منتشر عند كثير ناس في كثير بشر بلشوا يقامنوا انه هنهاية العالم سنة الالفين الناس كانوا يفكروا الكمبيوترات حتططل تشتغل فيما يسمى معظل السفر تاعة الالفين فكانت في كثير نظريات عم تنتشر نظريات مؤامرة عم تيجي من الاعلام ومن الناس عم تنتشر عام الالفين النهاية فيبدو انه هذا الضغط قدر يقنعه انه فعلا النهاية قربت لكن واضح انه كان مجرد ضغط اخبار كاذبة وللعلم حتى فيه احصائيات بتأكد انه اللي امنوا بنهاية العالم في الالفين ارتفعت نسبتهم بس بسنة التسعة وتسعين بما يقارب الاربعة او خمسة بالمية في بعض الدول في العالم وربما هي قصة بتخلينا نشوف انه لما تنهو سب فكرة كثير وتبلش تصدق كل شي بتسمعوا منها وما تستخدم عقلك في مواقف مهمة ممكن تخليك توقع بإحراج مثل اللي شفناه مع كارلوس روح حارس كان من ارواح الحراس وربما من افضل الحراس الارجنتانيين بالسنوات الاخيرة لكنه استعجل شوي بقراره واعتقاده انه افضل طريقة للعبادة هي الانعزال عن البشر نوصل هنا لنهاية هاي الحلقة كنت معكم علي محمد العواد موجود في فيسبوك وتمتر انستغرام بذكركم تتركوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة